اهلا بكم في النشرة الاقتصادية سجلت دخل القومي الإجمالي لأردني 30 مليار دولار بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي وبلغت حصة الفرد الأردني بحسب التقرير نحو 4700 دولار من الدخل القومي في العام الماضي وأشار التقرير إلى أن نسبة نمو الدخل القومي في العام 2012 بلغت نحو 16% للفرد ويشار إلى أن الدخل القومي الإجمالي يضم القيمة لجميع المنتجات والخدمات التي تم إنشاؤها داخل بلد ما في سنة واحدة أي في الناتج المحل الإجمالي جنبا إلى جنب مع إراداتها الصافية الواردة من بلدان أخرى والأسيما الفوائد وأرباح الأسهم ارتفعت اليوم أسعار الأضاحي بشكل غير مسبوخ وخصوصا في المواقع المخصصة لبيع الأضاحي المنتشرة في العديد من محافظات المملكة ورصدت كاميرا رؤية من خلال جولتها الميدانية اليوم لعدد من مواقع بيع الأضاحي وأسواق الحلال في المحافظة عمان أسعار الأضاحي المرتفعة حيث أكد التجار أن الارتفاع جاء تباعا لارتفاع أسعار الأعلاف وفتح باب التصدير لدول الخليج الأسعار الأضاحي طبعا الرومان الخيص لأنه ضاعة خفيفة ومش مناسبة للشعب والأسترالي سعره مناسب الرومان اللي الشعب بنغشه فيه أما بالنسبة للبلد البلد الطاير 300 350 280 250 الجرائد اللي بتكتب عنها يما مش صحيح الحكي هذا والله أسعار الأضاحي السنة يعني متفاوتة في عندك الروماني من 130 140 لغاية 170 دينار حسب حجمه وفيه الأسترالي برضو وفيه البلد السنغالي يعني 250 دينار فما فوق تتأثر الأسواق العالمية حاليا وبما فيها أسواق الذهب بسياسات النقدية الأمريكية وبالذات ما يخص برنامج التحفيز النقدي وأزمة الميزانية الأمريكية حيث رفعت التقارير الأخيرة نسبة حدوث انفراج في برنامج الميزانية الأمريكية الذي سيجعلها قادرة على سداد ديونها وأجر رئيس الأمريكي باراك أوباما محادثات مع العضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ في إطار المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة الراهنة حول الميزانية وصقف الدين الحكومي في البلاد بما يكفل تجنب الوصول إلى سيناريو الإفلاس محليا قال أمين سر نقابة الحليو والمجوهرات ربحي علان إن وثيرة الإقبال على الذهب أخذ منحنى هبوطي كردة فعل لعدم وضح سياسات النقد الأمريكية وانتظار قرار التصويت لمجلس الشيوخ الأمريكي حول تمديد العمل بصقف الدين الاتحادي حتى كانون الثاني من العام 2015 كما يعتبر انشغال المجتمع بعطلة عيد الأطحى المبارك سببا إضافيا في تراجع الطلب على الذهب أما الأسعار المحلية فقد بلغ سعر جرام عيار 18 من الذهب اليوم 22 دينار مقارنة مع 23 دينار الأسبوع الماضي وعيار 21 الأكثر مبيعا سعره اليوم 26 دينار مقابل 27 دينار الأسبوع الماضي أما الذهب من عيار 24 سعر اليوم 29 دينار و30 إرش مقابل 30 دينار ونصف الأسبوع الماضي أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة دكتور كامل محدين على جاهزية المنطقة لاستقبال زوارها في فترة عيد الأطحى حيث تستعد المدينة لاستقبال الآلاف من الزوار خلال العطلة ومن المتوقع أن تصل نسبة الإشغالات في الفنادق إلى 100% ولفت محدين إلى أن كوادر السلطة تواصل تنفيذ خططها الخدماتية والترفيهية المتعلقة باستقبال وخدمة زوار المدينة أثناء عطلة الأطحى المبارك بالتنصيق مع الجاهدات العلاقة وقال محدين أن خصوصية العقبة كمقصد سياحي واستثماري هو موقعها الجغرافي والسياحي ما جعلها متنفسا سياحيا وترفيهيا لمختلف أبناء المحافظات واستدعى وجود خطط تنفيذية وضعت السلطة لإدامة الخدمات للسكان وزوار المدينة على مدار الساعة ولتوفير مناخ سياحي آمن يمكن للسياح من قضاء عطلة مريحة تدفع بهم لاحقا لاختيار العقبة مقصدا لسياحتهم العقبة الخاصة تستعد لاستقبال زوارها الأردنيين أصحاب المنزل فأهلا وسهلا بهم بالعقبة خدمات المدينة على أهبة الاستعداد فرقنا العاملة في الميدان كوادر العقبة الخاصة والدوائر الأخرى الأجهزة الشرطية دوائر السير كلها مستعدة لاستقبال الزوار لدينا لغاية الآن ثلاثة وخمسين ألف زائر في العقبة منذ يوم الخميس للآن هذا مؤشر طيب يمكن أن يكون هناك اكتظاظ لكن الاكتظاظ الطيب الشواطئ موجودة والغرف الفندقية أيضا متوفرة الحمد لله على كل شيء وكل عام وأنتم بخير